كريمة من المغرب تقول يعني هناك بعض النساء يقولون لا تشددون على الأولاد اتركوهم هم يعني يعودون ويرجعون أختي كريمة بارك الله فيك و رضي عنك هذا الكلام يعني يحتمل وجها صحيحا و وجها باطلا و وجها باطلا أما الوجه الصحيح فهو مسألة النظر في مثلا أحوال الأولاد النظر في واقع يعني الناس مثلا فيقول بعض الناس لا تشددون التشديد الزائد مثلا الولد إذا كان يصل الفرائض فهذه نعمة مثلا لا تشدد عليه في النوافل الولد إذا كان يصوم رمضان مثلا طيب لا تشدد عليه في صيام الاثنين و الخميس أو ستة أيام من شوال الولد إذا كان يقرأ جزء من القرآن يوميا لا تشدد عليه تقول لا اقرأ جزئين أو ثلاثة يعني الولد إذا كان ولله الحمد بار بوالديه لكن يحتاج إلى نوع من الله البريء و كذا لا تشددون عليه بحيث تمنعونه نعم هذا وجه صحيح أما قضيته لا أتركوا الأولاد و المصلح في السماء و هم يعودون و كذا هذا كلام باطل كيف الله عز وجل ماذا قال قال يا أيها الذين آمنوا قوء أنفسكم و أهليكم نارا و قودها الناس و الحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون و يقول النبي صلى الله عليه و سلم ألا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته فالأب راع في بيته و هو مسؤول عن رعيته و الأم راعية في بيت زوجها و هي مسؤولة عن رعيته و الراعي يأمر و ينهى الراعي يأمر و ينهى يوجه نبي عليه الصلاة و السلام يعني في أحاديث كثيرة بيّن بأن بأن مسؤولية الأب هي تربية الأولاد يعني مثلا قال عليه الصلاة و السلام مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع هذا أمر طيب الآن كيف الولد يفهم بأن الصلاة واجبة والأم والأب تاركين الولد يقولون كيف هو يدبر عمره هو يدبر نفسه مثلا هو يهتدي هذا غير صحيح هذا كلام غير صحيح كذلك الأخلاق ما نحل والد ولده مثل حسن الخلق يعود على الأخلاق ينهاه يسجر عن الكذب ويحفزه ويشجع على الصدق مثلا حتى البقية الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الخطأ على أولاده أو أولاد بناته مثلا أو على ربيبه مثلا يعني عمر بن أبي سلم لما قال جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان هناك طعام قال فطاشت يديه في الصحفة قال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله يعني قل بسم الله وكل بيمينك يعني لا تأكل بشمالك وكل بيمينك وكل مما يليك قال عمر فما زالت تلك أكلتي خلاص تربى وتعود عليه والقصص في هذا كثيرة جدا المقصود يا أختي كريمة بارك الله فيك هذا الكلام إن قيل في مسائل يعني لا تشددن عليهم في النوافل لا تشددن عليهم في بعض الأمور التي هي من المستحبات يعني لأن الوقت والزمان لأن الحال ويعني الأوضاع تحتاج أن يعني نفتح للأولاد بعضه له البريء نعم أنا أتفق مع هؤلاء ومع الوقت إن شاء الله ستكون أمورهم طيبة ويكتسبون من والديهم يعني كثير من الأشياء أما إذا كان الغرض لا تركوهم لا تقول لهم هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا هذا كلام غير صحيح هذا كلام وسيسأل الله عز وجل للوالدين عن هذا الكلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيع يعني إذا كان الولد الآن دخل سكران مثلا يقول تركوه مثلا دخل مثلا والعياذ بالله يأكل شيء من المخدرات أو الحشيشة أو شيء من هذا البلاء يقول تركوه مثلا هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح لذلك لا بد من تصحيح مثل هذه النظرة